السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زكرة شباب. ده احنا مكملين مع بعض. مراجعة سريعة كده. ما تنساش تدوس لايك للفيديو. ما تنساش تعمل اشتراك في القناة. هجدي مهمة جدا يا شباب عشان نكمل وتبقى الدنيا ماشي معنا كويس. شير الفيديو ده لاي حد من زميلة اي جروب سنوية عامة. واعرفهم بالقناة. عشان الترمي التاني ان شاء الله. احنا مهتمين شوية بتانية سنوي. وعايزين يبقى معنا متابعين كتير من تانية سنوي نبدأ نزلهم فيديوهات. يعني هيبقى القناة دي هتغنيك عن الدرس بدرجة كبيرة. زي ما قلنا القصة لو جات في الامتحان يعني انسى موضوع الراغي اللي بتقال دلوقتي الاسئلة مش تيجي. هي ممكن تيجي كلمات. فانا عايزك تركز على الكلمات الموجودة. مسلا كلمة دي. وسطول سفن دي مهمة جدا. آآ مسلا تيليسكوب اللي هو التيليسكوب. يعني ميناء. ده اللي ممكن ييجي. يعني سلاسل. آآ مثل آآ بولز يعني اعمدة حاجات كده ومواصير معدنية. آآ هوك دي مهمة جدا زي خطاف. آآ مسلا شباب. آآ مسلا اي تاني عندنا يعني يطفو. اي حاجة يعني بحرية. كلمات هي اللي هتيجي في القصة في الكلمات يعني واعد. فخلي بالك من الكلمات الموجودة. في الفصل ده جليفر قرر ان هو يساعد الملك في حربهم ضد بالفيسكو. قرر يا شباب عنده فكرة ان هو هيروح الجزيرة بتاعت بالفيسكو. بياخد السفن بتاعتهم. لان هو لما راح انت الشاطئ هنا وشاب بالتليسكوب لقى في سفن كتير بتستعد للهجوم. جاب جنازير وجاب حديد معدن وعملوا زي هوك خطاف. وراح دخل في المية راح واخد السفن بتاعت بالفيسكو. من غير ما يأذي اي حد. حتى هم ضربوا عليه. اسهم لبس النضار عشان يحمي عنيه. فجال فكيته زكي جدا لان هو نهى الحرب من غير ما يأذي حد. لما رجع تاني جزيرة ليليبوت استابلوه كبطل. وطبعا الملك ادي له زابست ميدل افضل ما ديلي عنده في البلد. لان هو لانقشحتهم. المشكلة ان الملك عايز يستغل جليفر يابني ان هو يهجم على بالفيسكو ويحط كل اعداءه في السجن. جليفر مش عايز يأذي حد. دي ناس حرة احطوهم في السجن. فرفض. فالاسف معاملة الملك اختلفت. وبص يا ابني لقى ان جليفر يا شباب. لقى ان الملك عايز يعقبه. اكتشف ان ما يا جماعة بيتفق مع الناس يعقبوه. عايزين يا جماعة ان هما يمنع عنه الاكل. ان هما يا ابني يموتوه. يولعوا فيه في بيته. فاستغرب ازاي المعاملة اختلفت. طبعا اه فيه حد حذره من العقاب اللي مستنيه لان فيه ناس كده لاتي بقى ليه اعداء. راجل مهم في البحرية بعد ما جليفر اخد سفن بالفيسكو بقاش ليه مهمة ملوش اهمية ووظيفت بقاش مهمة بيقرح جليفر. الراجل سكايريش بيقول جليفر محفظت على وعوده. الراجل بتاع الخزانة جليفر بيكلف البلد ثلوس كتير جدا. كل دول مع الملك اللي هو فاكره هيشتغل مع ملك بالفيسكو ضده. كلهم اتحدوا ضده. طبعا قرروا ان هم يعملوا يضربوا اسهم في عنيه ويعموه. فجال اللي فرطان يا جماعة قرر ان هو هو ممكن يحريبهم على فكرة بس هو مرديش يا شباب. مش عايز دمروا يموت برضو الناس الفقيرة اللي هم. او الناس غلبات. فسب يعني زي رسالة للملك وهرب راح عند جزيرة بالفيسكو الجزيرة التانية. طبعا ما لهمش على حاجة في بالفيسكو. وهو يا جماعة قاعد يلف طبعا لغاية ما لقى مركب كده قديم مكسورة راح مصلحها. آآ مرك جي ودعه. جاليفر خد بعضه يا شباب ومشي في البحر. لغاية ما لقى سفينة. طبعا جاليفر ما كنوش مصدقيني الكلام اللي جاليفر قاله. إلا طبعا شباب لما وراهم بعض الحاجات اللي موجودة عنده كانوا خدهم تسكار. فصدقوه فرجع بلده. يبقى احنا سنة تانية عشان نحسم الجدل يا ابني اللي داير دلوقتي على النت. كنا زمان بنحفظ القصة دي ونشرح للطلقة. وطلقة كتحب جاليفر قوي. قصة شيقة وخيالية وبتاع. كان يا جماعة مش عندك. خلاص القصص بقتش موجودة. بس احنا بنقول القصة. انا عايزك تتابع الفيديوهات بتاعت الكلمات القصة. تبحها وتفرج عليها. آآ القصة مهمة مستر دي ممكن تيجي في الامتحان. فنخلي بالنا شباب من الاحداء الكلمات. ولو غامر بقى وجاب لك سؤال عن احداث القصة. اتفرج على ثلاث فيديوهات دول اللي احنا عاملينهم على القناة وشارعهم لزمائي لك. وكل الناس تستفاد. وان شاء الله هتلاقي الدنيا كويسة بازن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موسيقى